ست هواتف عليك انتظارها ويقولون تطبيق فيس أب يصرق بياناتك إليك الحقيقة أهلا بك في نشرتك وان تو ثري بيبا ناجيري ألف مبارك لمنتخبنا الجزائر الفوز في كأس الأمم الأفريقية صفر لأمريكا فئة عليا حضور مؤتمر سامسونج هدية لك شهد حلقة مستر كيو خليفة الرابط بالأسفل غالبا جربت تطبيق فيس أب اعرفت شكلك وانت كبير في السن هناك كلام أن التطبيق يصرق معلوماتك إليك الحقيقة كاملة هذه صورتي الواقعية صورتي وأنا عجوز لا شك سمعتم بتطبيق فيس أب الذي ذاع سيته بشكل مفاجئ رغم أنه لم يأتي بفكرة جديدة كما أن التطبيق نفسه ليس جديدا فالتطبيق منذ عامين وأكثر يتواجد عبر المنصات ثم اختفى اسمه وعاد الآن بقوة أما محتوى التطبيق فقد شاهدناه بتطبيقات أخرى فلماذا هذا التطبيق بالذات نال شهرة واسعة لعل أن هناك بالأحرى سببان الأول الذكاء الاصطناعي المتطور الذي يعتمد عليه التطبيق فيجعله متقدما على منصات أخرى ويعمل بطريقة أقرب للواقع من غيره لا يتعلق الأمر بتحويل الشباب إلى كبار في السن فقط بل مثلا هذه الصورة لصديق القناة بلال في الواقع هو لا يبتسم لكن بتقنية الذكاء الاصطناعي في التطبيق استطاع أن يجعله مبتسما بطريقة واقعية مقنعة حتى لكثيرين ممن يعرفون الشخص نفسه أما السبب الثاني فهو التسويق التطبيق انطلق من مجموعة مشاهير باستخدامهم له ويتابع هؤلاء الملايين فاستطاع مطور التطبيق بذكاء أن يجذب الملايين إليهم بفترة قصيرة كيف يستخدم التطبيق؟ الأمر بسيط عند تحميله سيظهر لك خيار شراء النسخة الاحترافية بكامل المميزات أو الاكتفاء بالنسخة المجانية محدودة المميزات بعدها سيطلب منك التطبيق إذن الوصول إلى ألبوم الصور في هاتفك إذا سمحت له بذلك يمكنك بعدها استيراد صورة واختيار المؤثر الذي تريد تطبيقه على الصورة ويمكن إنشاء عدة صور مربعة في إطار واحد كنوع من التسلسل الزمني فعملية الاستخدام سهلة وكل شيء مباشر أمامك الآن دعونا نطرح السؤال المهم هل فعلا التطبيق يخترق الخصوصية ويسرق البيانات والصورة من هاتفك؟ للإجابة على هذا السؤال علينا فهم كيف تعمل هذه التطبيقات فهي بدون إذن الوصول لستوديو الصور بالجهاز لا تعمل فإن أعطيتها الإذن فهذا يعني أن التطبيق يكون لديه صلاحية الوصول ويتبقى السؤال الثاني هل التطبيق يستغل هذه الصورة لمصالح تجارية أو تجسسية؟ على الأغلب تجارية نعم أما تجسسية لأغراض غير تجارية فلا دليل على ذلك حتى الآن سيراتور أمريكي طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI التحقيق إن كانت بيانات مستخدمي فيس أب تصل إلى الحكومة الروسية وهو ما دفع مطور التطبيق إلى النفي في بيان له بالقول إن هذه المزاعم لا حقيقة لها لكن المريب حقا أنه لماذا هناك ضجة على اختراق التطبيق لخصوصية الناس وسحب بياناتهم رغم أن واتس أب، فيسبوك، إنستجرام، جوجل، فوتوز كلها تعمل بنفس الآلية والطريقة فإن أردنا إثارة التساؤل حول حماية الخصوصية فعلينا التساؤل عن كل الإنترنت وليس تطبيق فيس أب بعينه وأن لا نحصر المشكلة في هذا التطبيق لوحده جرب الآن أن تتكلم مع صديقك عن السفر إلى تركيا سترى إعلانات المناطق السياحية في تركيا تنهمر عليك جرب أن تذهب إلى محل أحذية وأنت بالإنترنت سترى إعلانات الأحذية ليلة نهار في تطبيق يوتيوب وفيسبوك كنا متحمسين للهواتف القابلة للطي لكن مشاكلها خففت حماسنا الآن مع ست هواتف عليك انتظارها في النصف الثاني من 2019 كل الشركات تطلق أكثر من هاتف الرائد على أكثر من مرحلة في السنة إلا شركة أبل هي الوحيدة التي تكتفي بإعلان مرة واحدة فما هي أبرز الهواتف الرائد التي عليك انتظارها في النصف الثاني من 2019 أولاً واوي ميت 30 برو الهاتف الذي كان عليه علامات استفهام مع أزمة أواوي ضد الولايات المتحدة لكن مع قرار فك الحظر الأمريكي عن أواوي عاد تركيز على تسريبات الهاتف ومواصفاته والتي كان أخرها تصميم دائري للكاميرا بشكل جميل وجذاب مع مواصفات مثل معالج كرين 985 ورام 8 جيجا بايت وكاميرات شبيهة بالتي جاءت مع هاتف P30 برو نتوقع الكشف عن الهاتف في شهر أغسطس ثانياً جالاكسي نوت 10 حتى لحظة الكلام عن نسختين الأولى عادية نوت 10 والثانية تحمل اسم نوت 10 بلس سيأتي مع كاميرا بتصميم الثقب في منتصف أعلى الشاشة وكاميرات بتصميم مختلف عن اس 10 بلس وإن كانت بنفس المميزات الميزة المفقودة ستكون مدخل السماعات التقليدي 3.5 ملي متر بعدما ذكرت تسريبات الموثوقة أن سامسونج سوف تستغني عن المدخل كما ستلغي زر المساعد صوتي باكس بي وعلى ما يبدو سيكون البديل أوامر داخل النظام نفسه كما الحال مع خدمة السيري في هواتف آيفون أو ضغط مطول على زر الصوت مثلاً المواصفات ستكون متشابهة بشكل كبير مع اس 10 بلس من حيث الشاشة ونوعها والمعالج والرام والكاميرات الإعلان سيكون يوم السابع من أغسطس ثالثاً آيفون 11 الكلام عن ثلاث نسخ سوف تعلن عنها أبل بينهم هاتف بنسخة سعرها ومواصفاتها أقل من الهاتفين الآخرين ونشر حساب وانليكس على تويتر فيديو للهاتف وأكد الفيديو ما تم تسريبه مؤخراً بأن الهاتف قادم مع ثلاث عدسات خلفية داخل مربع بالإضافة لفلاش دائري كبير التصميم ربما أزعج البعض لكن نتمنى أن نشهد التطوراً بتقنيات ومميزات الهاتف يعوضنا عن ذلك أما السعر فلا نتمنى تطوراً بل تراجعاً عن السابق الإعلان سيكون في سبتمبر رابعاً جالاكسي A90 الهاتف الذي تشن لأجله شركة سامسونج حملة تسويقية مخفية حتى لحظة حيث وعدت بهاتف قوي جداً لتنسى بقية الهواتف أول المعلومات المسربة أنه من الفئة المتوسطة لكن سيحمل مواصفات رائدة مثل معالج سناب دراجون 855 ودعم شبكات الجيل الخامس 5G ومستشعر بصمة في الشاشة وهيكل قوي ومميزات أخرى قوية مع كاميرا بدقة 64 ميجابيكسل من المتوقع أن نراه في الربع الأخير من 2019 خامساً اسوس فون وون كان من أفضل هواتف الألعاب العام الماضي النسخة الجديدة من الهاتف من المتوقع أن تأتي بشاشة 6.59 إنش من نوع أموليد بمعدل تحديث 120 هيرتز ومعالج كوالكوم سناب دراجون 855 بلس وبطارية ضخمة ساعة 5800 ميلي أمبير مع رام بساعة 12 جيجا بايت سادساً شاومي بلاك شارك 2 برو النسخة المحسنة من هاتف الألعاب بلاك شارك من المتوقع أن توفر شاومي الهاتف بمعالج كوالكوم الجديد سناب دراجون 855 بلس مع شاشة محسنة عن النسخة السابقة وقد لمحت شاومي إلى أنها قد تعيد منفذ السماعات الخارجية إلى الهاتف في هذه النسخة وقد أعلنت شاومي أنها ستكشف عن الهاتف في الثلاثين من يوليو الجاري نعرف أن مستخدم الآيفون لا ينتقل إلى أندرويد إلا بمعجزة أو هاتف هدية لكن منذ شهور هناك تطورات سيئة لشركة أبل من الصعب إقناع مستخدمي هاتف آيفون بالتغيير إلى هاتف أندرويد فالتعود على النظام آي او اس يصنع علاقة وثيقة بينه وبين مستخدمه حتى لو كان يعرف أن النظام آندرويد يضم مميزات لا توجد في آي او اس لكن استطلاعاً جديداً للرأي أجراه موقع بانك مايسل أظهر أن نسبة الاحتفاظ بهاتف آيفون قد انخفضت بمقدار 15% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي الموقع يقدم خدمة ببيع هاتفك المستعمل والترقية إلى هاتف جديد وجمع بيانات أكثر من 38 ألف شخص يستبدلون هواتفهم منذ شهر أكتوبر 2018 لتتبع ولاء علامة أبل التجارية أثناء دورة الترقية وقال الموقع أن ولاء سامسونج كان أعلى حيث انتقل 26% من الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة آيفون إكس إلى علامة تجارية أخرى بينما تحول 7.7% فقط من مستخدمي جالكسي S9 إلى آيفون في حين ظل 92.3% من مستخدمي أندرويد يستخدمون هواتف أندرويد ووضح الاستطلاع أن نسبة 18% من الأشخاص الذين أجروا عمليات استبدال في شهر يونيو من عام 2019 قد انتقلوا من هواتف أبل إلى هواتف سامسونج وبهذا يكون انخفض ولاء مستخدمي الآيفون لشعار أبل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011 حيث وصل إلى 73% بينما كانت نسبة الولاء في 2017 بلغت 92% وكانت الأجهزة العاملة من نظام iOS قد شكلت 36% من مبيعات الهواتف في الولايات المتحدة للربع الثاني من النصف الأول من 2019 وشكلت هذه الأرقام انخفاضا بنسبة 2.4% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بينما ارتفعت مبيعات هواتف أندرويد بنسبة 2.5% لتصل إلى 61% من إجمالي المبيعات الأسباب متعددة أهمها أن الحصة التسويقية دخلت بها الشركات الصينية واستطاعت خطف بعض مستخدمي الشركات الأخرى كما أن لعبة الأسعار أصبحت تشكل فارقا مع المستخدم إضافة إلى احتفاظه بالهاتف لفترة أطولة من السابق سؤال الأسبوع كان لمتابعين هل تؤيد إلغاء مدخل السماعات التقليدي نهائيا من الهواتف الذكية؟ قال 60% من متابعي رقمي إنهم ضد إلغاء مدخل السماعات التقليدي ويرون أنه من المهم بقاؤه في الهاتف لإيجابياته الكثيرة كعدم حاجتهم لشحن السماعات اللازلكية وانخفاض ثمانه مقارنة بسماعات البلوتوث فيما قال الأربعون في المئة الباقون من متابعي رقمي إنهم مع فكرة إلغاء مدخل السماعات التقليدي فالهواتف الذكية في تطور مستمر وعدم وجود المدخل التقليدي يعطي جمالية للهاتف ويساعد الشركة المنتجة في تطوير الهاتف كزيادة ساعة البطارية وزيادة مقاومة الماء الفائزون الخمسة بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع موسيقى للمشاركة في مصابقة الصور تابعونا على فيسبوك كل يوم اثنين شركة أنبوتيكلاب تكشف عن لوحة مفاتيح كمبيوتر مبتكرة تتمتع بذكاء اصطناعي وأزرار مغناطسية ويمكن وضع اختصارات حسب قوة الضغطة تسريبات أن شركة نوكيا تعمل على هاتف غير ذكي بنظام أندرويد وبسعر لا يتجاوز أربعين دولاراً تطوير تقنية لعادة النظر إلى المكفوفين جزئياً من خلال تحويل الرؤية من عصب العين إلى الدماغ بشكل مباشر سامسونج تقول أن هاتفها القابلة للطي جالاكسي فولد تخطى كل الاختبارات وأصبح جاهزاً لطرحه في الأسواق ونبقى مع سامسونج التي أعلنت عن تطوير ذاكرة رام للهواتف من نوع LPDDR5 بسعة 12 جيجا بايت بسرعة 5.5 جيجا بايت في الثانية وأكثر من ضعف السرعة الحالية انستجرام أصبح يحذر المستخدمين الذين يخترقون القوانين حتى لا يغلق حسابهم وتجنب المشاكل مستقبلاً إطلاق الموسم الرابع من لعبة PUBG مع تغييرات كبيرة تشمل تغييرات في الرسوميات والخريطة الأصلية شاهد حلقة أبتكار عن PUBG لايك وشير لدعمنا نشرنا الأسبوع الماضي حلقات عن الهكر وبوبجي سماعات رائعة من سوني وتجربة ريلمي سي 2 الروابط بالأسفل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر